صباح الخير مشاهدينا صباح الخير لكل متابعينا على الصباح العربية على تويتر وعلى فيسبوك منرحب فيكم بهذا البث المباشر معنا اليوم طبعا الدكتور سالم عنتابي اختصاصي امراض جلدية وتجميل صباح الخير يا صباح النور كيف الحال طبعا دكتور كتير من الاسئلة عم تيجينا على تويتر بخصوص موضوعنا طبعا اليوم واي مواضيع تانية جلدية في عندنا سؤال دكتور على قشور الجلد واحدة عم تسأل دكتور انا تعبت وعانيت من قشور الجلد السفلية بالقدم كثير اهتم بها بتنظيفها وترتيبها وترطيبها عفوا ولكنها بتبقى بيومين وبترجع بتطلع مرة اخرى عن قشور الجلد السفلية الحقيقة لما بيكون في قشور باسفل القدمين اول شي بدنا نعرف قدم واحدة او بقدمين اذا كانوا بالقدمين غالبا بيكون في اصابة ايجزيمائية يا انه بيكون شكل من اشكال الصداف اما لما بيكون برجل واحدة بس غالبا بيكون في اصابة فطرية احيانا طبعا لازم تراجع الطبيب اه نشخص اول شي من نشخص اذا شخصنا صح واخدنا العلاج الصح اكيد رح تتحسن لكن العلاج ممكن يستمر من شهرين لثلاثل اربعة شهور مع ملاحظة انه نحن الاحزية ننتبه ما نلبس الحزاء لفترة طويلة نلبس جوارب قطنية يفضل طبعا انه الطبيب يشوفه ويسأل في حكة ما في حكة في نز ما في نز شو طبيعة القشور لكن تعالج طيب دكتور بتعدي اذا فطور بتعدي اذا بقدم واحدة بتكون غالبا فطور فاذا حدا لبس الحزاء تبعك ما ممكن ينعدا طيب كمان سؤال دكتور عم بيسأل على موضوع زراعة الشعر نعم في كتير طبعا هلا عيادات موجودة ونسمع كتير على طرق مختلفة لزراعة الشعر بدنا نعرف الأفضل منها وكيف الواحد فعلا يختار العيادة ليقوم بزراعة الشعر هلا بصراحة بنسبة لزراعة الشعر اذا كان سبب التساقط مثل ما قلنا وراسي او هرموني النتائج رائعة بتكون وطبعا يفضل العلاج قبل وبعد زراعة الشعر عادة بنعمل بلازمة قبل زراعة الشعر وبنعمل بلازمة بعد زراعة الشعر لكن اذا تساقط الشعر سببه مرضي مثل تعلبة مثل زأب حمامي حزاز مسطح مرض مزمن بالجسم نقص فيتامينات زراعة الشعر ما رح تفيدنا شي لانه الجسم رح يرفض الطعم اذا اولا بننشخص شو سبب التساقط الشعر وبعدها نعمل زراعة الشعر زراعة الشعر بتكون طبعا اهم شي بيد خبيرة بتلتغط طبعا من زمان شغلت انه ناخد شريحة من فروة الرأس ونقطعها ونزرع هلا بتتاخد شعرها شعرها من الناحية القفوية للفروة وبتنزرع بالمكان المرغوب طيب دكتور كمان عم بيسأله عن موضوع تساقط الشعر بس تحديدة من مقدمة الرأس نعم هذا غالبا سببه عند الزكور والإناث خلينا نحكي عن الزكور والإناث الزكور والإناث غالبا سببه هرموني يعني خلينا نقول للبنات لما بيبدأ يتساقط الشعر بمقدمة الرأس غالبا بيكون عندها مشكلة بالمبيض بيكون في كيس بالمبيض وبترافق عادة تساقط الشعر بمقدمة الرأس مع زيادة بأشعار الجسم يعني بتلاحظ البنت انه في مناطق بلاش يطلع شعر أسود غير مرغوب فيه مناطق ما المفروض يطلع فيها الشعر هذا معناته في خلل بالهرمونات عند الزكور هذا دليل انه هرمون الهرمون عنده الحر يعني الهرمون الزكري بالدم بشكلين تستسيرون كله تستسيرون حر الحر هو المسؤول عن تساقط الشعر بالرأس وبنفس الوقت بيزيد بالجسم يعني غزارة في الإنتاج وسوق بالتوزيع طبعا مثل ما قال الدكتور طبعا لازم واحد يكشف على موضوع اللي هو أكياس البنات للكيس المبيض بنعمل إيكو عن طبيب النسائية بيبين عنا إذا فيه كيسة هي السبب منعالجها وبعدها من رؤى طبيب الجلد منعالج موضوع الشعر لأنه ما حيستفيد بدون العلاج النسائي طبعا لكل متابعينا على الفيسبوك منقلهم أن الدكتور معنا دكتور سالم عنتابي اختصاصي أمراض جلدية وتجميل اللي حابب يشاركنا بأي سؤال يبعث لنا على الفيسبوك كمان دكتور بدو عندنا سؤال على ظهور النمش بعد سن الثلاثين هل النمش له عمر معين أو ليش هلأ بصراحة في شي اسمه نمش وفي شي اسمه كلف هو أصده الكلف لأنه النمش هو مرض وراثي يظهر منذ الولادة أما الكلف عند الرجال غير عند النساء الكلف عادة عند النساء بيجي بعد الحمل والأرضاع لأنه بصير تغيرات هرمونية عند الرجال اللي بشرتون شوي بيضة ممكن يجي بسبب الشمس أحيانا بسبب بعض الأدوية اللي بيشربوها أحيانا طبعا في كريمات إذا نحط التقشير ممكن إذا تعرضنا للشمس ممكن يعملنا كلف لكن النمش يا جماعة هو مرض ولادي منذ الولادة أما الكلف هو مرض مكتسب ممكن يجي بأي عمر طيب دكتور كانوا اليوم كان سؤالنا التفاعل عن شرب القهوة مع مين تتمنى شرب القهوة في واحد عم بيصال أنه هو بس يشرب القهوة بتصيبه مثل حساسية بالوجه هل في العلاقة؟ طبعا أحيانا هلال بدي يقوله أنا أنه بالنسبة للقهوة وأنا منشربت القهوة لكن القهوة فيها مواد كتير أهم عنصر هو الكافين ممكن يعمله طبعا شي من نحنا بنسميه أو يعني حمرار بالبشرة مثل بيصير عند واحد لما بيتفاجأ أو بيمفعل عاطفيا أو بيخجال اللي بدي يقوله أنه بالنسبة للشعر يا جماعة الإكثار من القهوة بيأذي الشعر سبت علميا أنه الإكثار من شرب القهوة والمشروبات الغازية والفاست فود بيؤدي لتساقط للشعر طيب دكتور رام نحكي كمان على موضوع قشرة الرأس شو هي الأسباب؟ هل في علاجات لإلها؟ طبعا هلأ بالنسبة لقشرة الرأس حسب العمر لكن أشيع سبب لقشرة الرأس يا جماعة هو أنه جسمك عم يفرز دهون زيادة فعم تجمع وتعمل قشرة لكن في أمراض بتسبب قشرة مثل الصدف التهاب الجلد الدهني حزاز مسطح أمراض جلدية كتير وفي أسباب تانية هو من صنع إيدنا يعني اللي بيحط جلعة شعره كل يوم وما بيحمم شعره المسا وبنام بالجل هذا رح يعمل له قشرة صبغات أحيانا المواد لتقوي شعر الرأس ممكن تعمل له قشرة إذا القشرة هي وسوف جلدية مع مواد إجت غبار مواد نحن حطناها بخناها إلى علاج حسب السبب طبعا طيب كمان دكتور عندنا سؤال عن الأمراض الجلدية هل ممكن تنتقل خلال الملابس يعني كتير أوقات الواحد بيروح بيئيس الملابس بالمحلات بيروح حدا تاني بيئيس من وراء هل فعلا ممكن في بعض الأمراض تنتقل؟ برافو عليكم سؤال مهم الأمراض المعدية تنتقل طبعا وخصوصا الطفيلية يعني لا سمح الله واحد عنده قام الجسد راح آس أميس أملي راحت من جسده قعدت بالأميس إجا واحد بعده آس عملت عدو الأمراض الطفيلية المعدية ممكن تنتقل كلام صحيح ونحن كتير من نبه لهذا الموضوع يعني الأفضل الواحد ييس فوق تيابه بصراحة وبس يشتري تياب أنه من أصدر طبعا نصيحة لما بتشتروا تياب أول مرة يفضل أنه تنغسل ما تلبسوا فورا طيب دكتور حكينا عن صدفية الجلد أو هل لها علاج نهائي للصدفية هلأ بصراح صدفية الجلد يا جماعة مرض مناعي ولادي وراثي أحيانا جرسومي عند الأطفال علاج نهائي ما في لكن نحن منقول لما منعطي علاج وبيغيب المرض خمسة سنين هذا يعتبر شبه علاج أحدث علاجات هي أدوية بتنعطها تحت الجلد أبر لكن مكلفة جدا في بعض الدول الإنشورانس بيشملها الحقيقة مثل الإمارات طبعا مثل ما قال الدكتور هي مكلفة بعض الشيء هاي الحقن طيب دكتور جاينا سؤال كمان على فيسبوك عن حقن البوتوكس هل إلها فوايد طبعا حقن البوتوكس إذا البوتوكس مصدره سليم ونوعه كويس والبوتوكس اللي بدي أقوله حتى الآن من أول ما نصنع البوتوكس عنده مية واحد استطباب طبي يعني انسوا الشيء التجميل يا جماعة أنه أحد الاستطبابات بيروح التجاعد بالوجه بعالج التعرق فرط التعرق تحت الأبط يستخدم بعلاج الشقيقة يستخدم بعلاج عن طباء جراحين الشق الشرجي البوتوكس يستخدم بعلاج الحوال وأول مرة بصراحة أول ما اخترعوا اخترعوا العلاج الحوال فلاحظوا لما يعالجوا أطباء العيون مرضى الحوال أنه الخطوط عم تروح فاكتشفوا هذا الشيء وكتشفوا أنه عم يعالج التجاعد طبعا البوتوكس إذا المادة كويسة والإيد خبيرة ما في أي مشاكل طبعا وهو علاج لكتير من الأمراض تشنجات العضلية داء باركنسون يعني فوائده العلاجية أكتر من التجميلية فينا نقول طبعا هو نصنع للعلاج للعلاج أوكي وتأثيراته الجانبية تجميلية فراحة تجميل وهلأ عم يستخدم للتجميل أكتر طيب كمان سؤال دكتور على موضوع حق الجلد بسبب الصابون أو شيء تاني في ناس يتحسس من أنواع من الصابون طبعا طبعا يا جماعة كتير بدي نبه لموضوع الصابون والشامبو كل آياتنا منفكر لما بيرغي الشامبو كتير أو الصابون أنه هذا أحسن كل ما زادت الرغوة بالشامبو أو الصابون معناتها الملح عالي معناتها بيضر بيأزي يعني الصابون والشامبو الطبي هو اللي رغوته شو قليلة ممكن أحيانا كتير نتحسس منه فمفروض نستشير طبيبنا لا يعطينا الشيء المناسب لكن الاكثار من استخدام الصوابين بيعمل أكزيما الاكثار من استخدام الشامبوات بيمكن يعمل أكزيما أحيانا وخصوصا مثل ما قلت اللي فيها روايح وفيها إلها رغوة كتير طيب دكتور إذا من نحكي نصيحة طبية كل قديش الواحد فعلا يغسل شعره كل يوم كل يومين هلأ بصراحة الاكثار من الاستحمام يؤذي الشعر والجلد لكن بظروف معينة وبجوقاسي وتعرق ممكن أنا أعمل شوار وبفضل أنا إذا كان الشوار الثاني هذا باليوم أنه يكون بس بماء بحرارة الجسم بدون استخدام صوابين وشامبوات يعني فينا الصباح عملنا شوار وش واحد طبعا مع شامبو وصابون جينا للمسويات العصريات بدنا نعمل شوار بماء بحرارة الجسم فقط طيب والحرارة حرارة الجسم مثل ما قلت بالنسبة للماء دكتور حرارة الجسم يفضل حرارة الماء تقوم يعني بالأربعين مش سخنة يعني يفضل وبالنسبة لفائدة الشعر حكيتها أنا من شوي يفضل ونحنا عم نتحمم نغير حرارة الماء يعني حطيت شوي فاترة بردها برجع بسخنها هذا الشي بيساعد شعري إنه ينمو بشكل أسرع ممتاز طيب كمان سؤال دكتور جينا على موضوع حب الشباب شو أسبابه هلا حب الشباب سببه طبعا تعرفوا هو طبعا نقطة مهم نحن اسمه حب الشباب لكن هو ممكن يطلع من عمر ثلاثة شهور لعمر تسعين سنة هو الغدة الدهنية بسبب هرموني ويراثي عم تفرز دهون زيادة عم تنحبس هالدهون لأسباب كتير عم تعمل هالحبة بالوش لكن أشيع أسبابه هو بسن المراهقة الأسباب الهرمونية طبعا كل ما لعبته بالحبة كل ما طولت للطيب وانتشرت الأسباب الهرمونية عند النساء كمان بتزيدها أهم شي يا جماعة ما نلعب بالحبة نراجع الطبيب ناخد العلاج المناسب وفي أدوية كمان خصوصا بالعمار الكبيرة أدوية ضغط أدوية قلب ممكن تعمل حب شباب والكورتيزون والهرمونات كتير مهم ننتبه عند اللي بيمارسوا الرياضة وبناء الأجسام إذا أخدوهم بيزيد حب الشباب وبتسقط الشعر طبعا دكتور كمان السؤال جهنين على فيسبوك وعاني من حبوب بيضاء قاسية في الوجه منسميا نحن دخنيات بيضاء هاي بطريقة معينة ممكن تنزال برأس إبري لكن للأسف ترجع لازم نراجع الطبيب تقشير خفيف أحيانا تنظيف خفيف طبعا طبيعة الجلد هي بتختلف من شخص لشخص وعند زويل بشر البيضاء تنتشر أكتر بصراحة من زويل بشر السمرة عند الأشخاص زويل بشر البيضاء نعم طيب دكتور آخر سؤال حيكون معنا اليوم اللي هو عن هلأ صيف وبتعرف حرارة وأشارات الشمس شو الكريمات الواحد اللي لازم يجيب على شو تحتوي ليحمي بشرته من درجات الحرارة يا جماعة أهم شي نجيب الكريم المناسب لبشرتنا يعني يختلف لما بناخده لبشرة دهنية عن بشرة جافة بيختلف من ولد لمراهق لكبير بالعمر من ذكر لأنسة وهذا الشي بيحدده الطبيب أهم شي تعرفوا يا جماعة أنه فصل الصيف يختلف عن فصل الشتاء لكن بفصل الصيف دائماً نبتعد عن وضع المكياج عند الستات اللي فترة طويلة لأنه بتتفاعل مع الشمس والجلد بتأدي أحياناً لحروق تصبغات حب شباب زيوان مشاكل كتير بسراحة فيه كمان سؤال يجونا على الفيس عم بيصال الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر هلأ أجاوب عليه الدكتور اللي هو تقريباً أنت الحرارة بحدود الأربعين نعم حرارة الجسم حرارة الجسم وإذا فيه مشكلة بالشعر وأحسن للشعر والجلد أنه نغير الحرارة أثناء الاستحمام أثناء الاستحمام بعتي الدكتور هاي الأسئلة كانت لليوم طبعاً أكيد كمان بكرة سيكون معنا طبيب وأسئلة جديدة وموضوع جديد على كل ما تشكر الدكتور سالم عن تابي اختصاصي أمراض جلدية جميل شكراً لوقتك وشكراً على أجوة شكراً إليك مدام هبا وشكراً للعربية وتشرفت باللقائمة أعطيك العافية شكراً عفوا أشرب الشاه الأخضر في الصباح وليس القهوة مع اللي فيق الأول من أهلي عشان الله يحبطهم كل